وخلال لقاء خاص مع تلفزيون المصري أكدت سفيرة مصر لدى أرمينيا سيريناد جميل أهمية زيارة الرئيس عبد الفتح الزيسي لأرمينيا ودلالتها السياسية لتنمية العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات كما أشعرت إلى أن الزيارة ستفتح الباب أمام دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين العلاقات الاقتصادية علاقات هامة فهناك عدد 105 ألف سائح زاروا شرم الشيخ والغردقة العام الماضي من السائحين الأرمن وكان تيسير الخطوط المباشرة ما بين العاصمة ييرفان وما بين الغردقة أو شرم الشيخ له طبعا أثر كبير في تدفق السائحين الذين يستمتعوا بالضيافة المصرية ويستمتعوا بجمال الشواطئ المصرية فطبعا الجانب الأرميني أيضا اتخذ خطوات هامة لتسهيل الحصول على التأشيرة من أرمينيا عن طريق التأشير الإلكترونية بحيث أيضا يتدفق السائحين المصريين إلى أرمينيا للتعارف على جمال هذه البلد ترجمة نانسي قنقر